وبالانتقال إلى الميدان الخدمي يشتكي المواطنون من زحام مروري غير معقول في شرع الأطباء وسط تكريت مضحين أن أعمال الصيانة فاقمت الأزمة بدلا من حلها حيث لم يتم اعتماد قراج عام لوقوف سيارات المراجعين للأسواق ومرض العيادات الطبية مقابل غياب المفارز المرورية لتنظيم حركة السير وتزداد الأزمة تعقيدا في ساعات المساء حيث تقف سيارة الأجرى بنوعيها الخاص والعام في أكثر من طابور بانتظار المراجعين ليبقى ممرا واحدا سالكا في هذا الطريق الحيوي ما يزيد من صعوبة التنقل فيه مطالبين بلدية تكريت ودائرة المرور البحث عن معالجات عملية خاصة وهناك مجمع وقوف السيارات متعدد الطوابق والمغلق منذ سنوات بلا حلول